الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث النبوية التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من خلال تبيان المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرع بذكر أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث سواء الأحكام الفقهية أو العقدية أو الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت في هذه الأحاديث إخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني بعدود نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتف محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعى عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعثة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواني الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدنا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم وكنا قد وصلنا في كتاب الهجرة والمغازي وهذا الحديث حديث صحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو في باب صبر الأنبياء على قومهم عن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي قال فاستضحكوا أي الكفار قريش يضحكون على هذا الفعل وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظروا لو كانت لي منعة طرحته يعني لو كان لي قوة مثلا منعة أو يعني أستطيع أني أمنع هذا الفعل الذي فعلوه الكفار ورموا سلى الجزور إمعاء الجزور وأوساخه على جسد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم لفعلت ذلك فيقول فاستضحكوا وجعل بعضهم يميلوا على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت وهي جوهيرية كانت صغيرة فتاة صغيرة رضي الله عنها ما استطاعت أن يعني تترك الأب والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فطرحته عنه وهذا من شجاعتها وهذا من حبها لأبيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم أي دعا على هؤلاء الكفار كفار قريش وكان إذا دعا أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بالربيعة وشيبة بالربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع يقول ابن مسعود ولم أحفظه فهو الذي بعث محمد أو فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى يعني اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم أبو جهل وعقبة واخو السائر هؤلاء الكفار السبعة يقول رأيت الذين سماه 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 النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ويعني تم رميهم بهذا القليب وهو يعني يسمى البئر القليب يسمى بئر أخواني الكرام وخواتي الكريمات لا شك أن الابتلاء سنة سنة الرسل سنة الأنبياء عليهم السلام وأن نبي صلى الله عليه وسلم واجه هذا الابتلاء من قومه كسرت ربعيته ودميت إصبعه صلى الله عليه وسلم وضرب بالحجارة عندما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام لذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أذى الكفار وأذى المشركين وأذى اليهود وأذى النصارى كل ذلك في سبيل نشر كلمة لا إله إلا الله في سبيل نشر دين الإسلام في سبيل نشر التوحيد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى نور التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم حيال هذه الإبتلاءات صبر واحتسب الأجرة والمثوبة من الله عز وجل لعل الله عز وجل يهدي هؤلاء يقول الإمام القرطبي في كتابه المفهم شرح صحيح مسلم قال الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع وسلى الجزور يقول سلاها يعني الجلدة التي تكون فيها الولد يعني كاللفافة يقال لها من سائر البهائم مثل عند الإنسان تسمى المشيمة مشيمة المرأة وقوله فاستضحكوا أو فاستضحكوا أي أي أضحكوا ومال بعضهم على بعض وهذا على سبيل المبالقة في الضحك والاستهزاء على ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وعياذ بالله في هذا الحليث نجد استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على سجوده وكانت هناك بعض النجاسة وقيل إن إزالة النجاسة ليست بواجبة كما قال بعض العلماء وقيل أن السلة لم تكن فيها نجاسة وإقبال فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبلت على كفار قريش وأشراف قريش تسبهم وتلعنهم دليل على قوت هذه الصحابية الجليلة بنت أبيها النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتها ونصرتها لأبيها ودفاعها لأبيها محمد صلوات الله وسلامه عليها فرضي الله عن فاطمة ورضي الله عنها وكذلك في هذا الحديث أيضا نجد خوف هؤلاء الكفار من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على علمهم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبصحة دين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يعني معجزة وهي تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على كفار قريش وهلاك هؤلاء السبعة حيث رموا تم رميهم في القليب البئر غير المطوية وسحبوا يعني جروا على وجوههم وفي هذا الحديث يعني يتبين لنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاء الأنبياء عليهم السلام كذلك معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث استجيب له وقتل كل من دعا عليه كذلك محبة فاطمة رضي الله عنها لأبيها ودفاعها ونصرتها لأبيها محمد صلى الله عليه وسلامه عليه سأل الله سبحانه وتعالى ونفقنا وعياكم لطاعة ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كفرعد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر